مكان محمد بغلاب. صباح النور مرحبا. سحوالك. صباح الخير. صباح. كنت نشكيله كفاش البارح. خذيت نص ساعة واقفة يعني في الريح اتزفر. بعد في الاخر اتلازيت لك الابليكاسيون بقلت وكام. انا طحت يعني بتاكسيست ولد احلال. هي الكورس انت ما كنت اللي دليتني. طلعت اني حطيتلي يعني في الدستناسيون حطيت دندان. هي طلعت ابعد من دندان. هي غن دندان. بتقل عجبة. عادة اني مش طوب مش نكتب عاي قص تحياتي في الابليكاسيون. كتبت الدندان. هو وقت اللي وصلني للدندان. قال لي لحظة يا محمد خن نقص نسكرها. باش ما تزيدكش يعني فلوس. بارك الله فيه. قلت له لا ما يسيلش قال لي لا والله لا. وقص على الابليكاسيون معناه باش خلصت كان المبلغ اللي من اللولة خرج لي يعني. يا حمو الله فيه. هذي يا هذي بولت ولد حلال. لا لا فما برش. تكسيات يعني في عشت مواقف يعني فيه وخاصة وقت ما نهبط يعني كنت له الحسس يعني للا كان معناها كي نمشي للطبيب يعني في في سوسا. ونخرج معناها كنت ناخو معناها تكسي. آآ م قبلت ناس بالصدفة معناها لحقيقة الكرم بتاعهم والاخلاق العالية يعني آآ في التكسيات طلقى عينات مل توانساء انا من حسن حظي نطيح ديما ببهي. الحمد لله. والبارحة مدام انتي شبطت الموضوع. البارحة هؤلاء اللي مشيت من المنار الكرتاج بلوس. بالضبط. بين دماغي. الكرتاج بلوس روما عند حتى علاقة بقرتاج يعني فاحية كرتاج ولا قصر الكرتاج. هذي كرتاج بلوس في ويد كريانا ويد كريانا والعقبة وديار بن محمود. وظلم حالك. شنا حكي لك. عطريقي. خليك. اما لا ديار بن محمود الفوق البيع. سكنة. يا رب وخيانو بالين. حتى بن محمود ما غير الدياء. ايه. والبارح. دي ماريت البرح. الناس اللي تسمع فينا والنجم يشوفوك. كرتاج بلوس. برنامج الدنيا زينة. البرهان بسيس. هو المنشط الرئيسي للبرنامج. برنامج من الاثنين للجمعة. التسعة غربو عم تحليل. مباشر. هني نحضر مبدئيا الاثنين والاربعة. هذا هو البارح كان اول نهار يعني نحضر فيه. ربيو فقر. يعيش. نعرش. يزي نكتفيه. نتعدى لبعده. نتعدى. باي. باي. اوكي. فم مباشر. خمانزار وخفف. طوانا نتو جيدا نحكي فيها من هي متل جاي. اه كنت اترحت موضوع. كنت صراحة. فيما يتعلق جمعة ديها في اه الآن في صلاء صالة الوزيرة. او صالي اللي في وزارة Theatre baixo. في مكتب وزير الثقافة. في مكتب وزير الثقافة هي الضيوف. اي. اه. الحقيقة الفم عندي معطيات اللي هو تتعلق به تريد. فمتي صاليت حتى صارت حتى مع مع في 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 وزارت الثقافة. وأنو الصالة هدي اللي هي صحيح موجودة في إيطاع جديدة وانيش قلت قلت راو يعني نحاو السالة القديمة بداية من أول فيفري السالة اللي يركبوها اللي يحطوها هي سالة رئاسية صالون رئاسي والكرسي اللي قاعد عليه الوزيرة مستفز رئيس الدولة ما يقعدش على كرسي فوتوكي ملاهية قاعد عليه قلت فما فراضية منزوز يا خذاو اللي موجودة في الجناح الرئاسي في مدينة الثقافة وهذه قلت يعني الحقيقة فها قلت احترام لرئيس الجمهوري لو كان الرئيس يخطر له ويمشي المدينة الثقافة يجيبونه كراسي البلاستيك هذي كامتحشاكم الفرق وإلا شراوها وهذه شبيهة باللي موجودة في الجناح الرئاسي في مدينة الثقافة قبل ستة سنين شارينها بسبعة وعشرين مليون من عند الحبيب بنور أو بالاسم بالضبط لحبيب بنور اللي في منطقة الساحل قبل اللي في المرس يمكن عنده غادي في المرس سسمه هو بالنسبة إلى الصالة هذية نعطيك أنا بالضبط المعلومات اللي عندي الصالة هذية موجودة صحيحة في مدينة الثقافة هذي اللي في الجناح الرئاسي هو هي في اي بي مو جناح الرئاسي فقط هو قلت ذي في الفي اي بي في اي بي نجب أن تفتح إلى ضيوف اليو على المستوى لا سمحني أمير وهذو الانترتيان اي ومشيت في الانترتيان اي هذو بيشوفوا الانترتيان وعالمية يبدو وبعد بيشترج يعني سلفوا هذيك مؤقت سلفوا هذيك جابوها من المدينة اللي هي وقالوا عنو ما هيش كومباتيبل حتى مع مع الديكور ومع هذي مش كومباتيبل مع الديك اي وكل ودونك بيش تتصلح السقين اي اللي هي صدو ومباتي بشي عاودو يرجع لي انو قالوا من غير المعقلون المستقب وضيوف وسقين انتا الصالة اللي هي مصددة شكور راه السقين اخذر انت هوني يا الصالة الاقديمة يظهر السقين يعني نعرفها وقعت عليها عشرة المرات السالة هذيك يظهر السقين ما عارش ما يظهروش ما عارش ما عارش ما يظهروش السقين ما يظهروش السقين لا اللهم هو واحد مش تبطح على كرشو باش يقلب يعني صالة من اللوطة شو قتلي معلومة البارح نقصتها توا قتلي السقين ينوكس انتع الصالة مكش ثابت ياسر اللي هي ينوكس ولا مش ينوكس ناجمي كوني نوكس وناجمي كوني نوكس هيا ناخذوا الكلام هذي على اساس انو يعني صحيح ما لا اللي يعني ما نحبش باش يكوني يدروش عليها رغم اللي ياني البارح كيشفت بعض التعليقات على صفحة ليفاع قلت بربش ما جبدني في الموضوع الوزيرة تاخل الجناح الرئاسي تمشي تهز السالة لفق سارة قرطاج وامورها الراه في ناس تعرف شنو التعليقات اللي تكتب فيها شكون اللي يصور لك معناها الصالة هذية في الوزارة وبعث لك التصام هي الوزيرة يمكن ما تتجرأش باش يمكن تقولها في حواشيها أما تقول مواطن هيك ياك مواطن في راحة الله وكبر مش كلتو شكون اللي أصور لي تصور على صفحة تصور على صفحة الفيسبوك هي على صفحة الوزارة ما هيش يا سيدي وفم شكون صور لي هذا هو المهمة هذا هو هذا هو أهم فم باها يا سيدي نفترض اللي السقين هذو ما خزيجوا نحن نعملوه تحدي القلون نوين يصلحوا فيها سالة هذي للقديمة اللي اتناحات نتحديك إذا ما تطلعش في الكاف متاع الوزارة كان هزوها لحد تصلح ما يسالش يعطيونا ما هو هزو يصلح وحاجة في مجرية تدارية نتحديهم كان يطلعوا بعثوها تتصلح الملاحظة الثانية اللي يمشي يسلف يعني صالون متاع مدينة الثقافة هو اللي يبدو حتى حل آخر هيك أم لا ما يعني بتجيبت سالة من مدينة الثقافة معناها يبعث كميون وخد دامة وهزي تسالة هذي كتنجم فما يعني ما خاطر أنها تتكسر أنها تتجرح مش تنقلها من مكان إلى مكان كلفها متاعي سانس ما يصير شلونتوريتيان زي محمد المخازن دبويت وزارة الثقافة في ميجرين وإلا في القصبة معبية ببيوت الصالة كشوتي ما زالوا مبيشين بالبلاستيك متاحهم مخازن وزارة الثقافة في ميجرين وفي القصبة مليانة ببيوت الصالة ما زالت ما تحلتش قربع كيلوزيرة تتسلف في صالة جست بروفيزوار معناها الفين تصلح لأخرى ويتمشي تبعث يجيبوا واحدة جديدة يحطوها تستغلها الفترة معينة وبعد ترجحها أنه أسهل قال له يجحاون وضك قال له وهي ملاحظة ثالثة وأخيرة اللي يجيب صالة متسلفها على أساس أني سلفت بك بش نصط الروحي ما عنديش بتصالة مضخمة وعندي ضيفان جيت سلفت من عندك يا سي أمين بايبي بتصالة متاعك هل نمشي هل نمشي نفركس نشري لها ثلاثة زرابي قيمتهم فوق العشرين مليون دواني متسلفها بتصالة متسلفها من عندك نبعث نعمل فيدوفيات متاع ثلاثة زرابي كلفتهم تفوق العشرين ألف دينار ومش نحطهم بش نحطهم موالمين الصالة جديدة اللي هي مياش بروفيزوار شو معناها ما فهمتوكش ما فهمتوكش ما فهمتوكش ما فهمتوكش ما شريوش ما زالوا ما شريوش هاني يعني عملت لهم ضربة طهارة قصة عربي بس ما يشريوش معدل شعر الزربية اللي مش ياخذوها ثمانية الف دينار أظرم في الثلاثة ويحبوها موالمة للصالة جديدة صالة جديدة مستلفة على شهر على شهرين تشريلها زرابي فوق العشرين مليون علش كونت تدروش رابوا بالنسبة ليا تحبوش معناها تروحوا بها لدياركم أموركم أما برجلة حبش تكون يخدم مخو مش تستغفلني مش تقول ليا والله بعث تصلح فيها شي اللي تصلح فيها أنا عندك أنت في الدبو في القصب ولا في ميجرين دي صالون لونهم أكحل هي جبت منهم كي أنت مشكلتك بالحق أنك بستعدي فترة معناها مؤقتة اللي فترة مؤقتة يطمع في صالون في الجناح الرئاسي من الثقافة بأي حق تتمسها جناح رئاسي إذا يجيك رئيس دولة رئيس حكومة أجنبي ولا رئيس دولتك أنت خير من رئيس الدولة هذي استخسرت الصالة هذي كفي قيس سعيد تصور كان يهد هو غدوة يمشي المدينة الثقافة عشو مش قاعدوه يجيبولو بذك لا جاوب دي عسوال هذي ما مؤقت خلاولو خلاولو الجناح الرئاسي سقف فقع كيمشي يفرشولو حصيرها ولا يلزم يشاورها يا خلافة هاو ألغات معرض الكتاب هاو هو رجع أنا هذي اللي حبيت نحكي فيه هاو هو رجع غدوة كيمشي مدينة الثقافة ويحلولو باب الجناح الياسي ومش يقعد خلي تو هذي نشوفو كي بيش يمشي ومش يقعد هذي تو منعرش آآ فيما يتعلق كان الرئيسي عشبو الشي هذي ربي عينهم به آما بش يقولولي هزوها بشكل مؤقت أنا نقول لك فما انطرت يا يسير شاهية خلني ساكت شاهية تحلت عجبتهم وعندهم مدة العينين هيكة عرفت كل واحد يبدأ يدردى فيكة على حاجة نبدأ يعني حاطة عاجبتني ستيل وهذا يبدأ عاجبني ونبدأ يكرروم فيك واش بش نح يقولك عندهم مدة والجناح يعني البيت الصالة لفي الجناح الرئاسي يبهزوها شكو وانو حق وانو حق هذيك قاعدة كلك وزيرها تقعد آنيو عمري ماريت والله العظيم حتى دول خليج هل هي هاي من استقبلتهم لا ريتو زير ثقافة عنده صالون في مكتبه كي موزرة الثقافة متاعنا متاع الكفر اللي رأى المواطن اللي يغفر مع متلف وخمسة متلف يرأى وزيرة قاعدة على فتاوي الكاك لقى سلطانة كرسي سلاطين مش هي اللي شرطه لي شرطها الصالح هذي لي شرط صالح على شتنصفية كنتي بس ريتوش على شتنصفية فم بعض المسؤولين من التعفف من التعفف وقتا اللي يجي يبدأ طالع في الكربة ما يسمح لحد باش يحلوا الباب صحيح ومش هو قال مش هو أرسل عادة حلوا للباب لكن هو يمنح حل الباب لنروحه كي تقول لي مش هو مش أني شريط هاي بوك شو أنت شريط أما أنت استغلية المشكلة مش مش كوني شراء واللي شراء شراءها لغاية محددة هي تأفيف الجناح الرئاسي لمدينة الثقافة بأي حد مدينة الثقافة مؤسسة عند استقلاليتها بدأ عقل وزيرة هزمغادي بدأ عقل أنت سلطة إشراف مش مش تفتف وتهز معناها ملانيوم صالون غضوة هز بيرو غضوة هز معناها أم بريمانت شو هزا محنك شو الحق مش نفس الوزارة مش نفس ملنفس شو نفس اليدارة شاي مرق على بعض هو وات مليانة إذا يقول لك الاستغال الهدايا مش ما نشريش مش ما نصرفش عندك أنا يقول لك مش ما نشريش ما نصرفش هودا عملو تحدي الوزارة سيتي نمشي وكاميرات صور إذا ما نقاوش عندهم في الدبوات صالونات مكدسة مازالت مبيشة شو مبس كفية هذيك ما عادش الحق وأني محكيتش على كرهب الديوانة وأني مساكت على روح قاطر كل الكره بنا قاوش هنا بحث خوضوا كرهب الديوانة وبرطعوا وعفسوا و27 زائلة وكان نلزم 50 زائلة خلينا ناخدوا فاصل من بعد شوية ولا قبل ما ناخدوا الفاصل في كلمتين رئيس الجمهورية يتدخل شخصيا ويثبت معرض تونس دولي للكتاب فيه علش ألغاوه طوي ذا والسواء يعني يعني من نجمش يكون من الجوقة اللي والله برك الله فيه سيد الرئيس كي هو تدخل شخصيا سألهمش علش ألغاوه أنا قتلك ألغاوه لأنه فما مشكلة في قصر المعرض قصر المعرض بالكرم إذا يشكل يعني يختر على سلامة الزوار والعارضين الرئيس يحط سلامة الناس يعني في اختارها في تصور يعملها اللي ألغى المعرض وكل حشمة وباعث تعلم في اتحاد ناشرين العرب هذه دولة يقول لك أن يتعامل معها هذه دولة محترمة نهار تنظم ونهار تلغي ونهار معناها الرئيس يدخل يرجع للتاريخ هذاك وهو دولة اتحاد الناشرين خرج يعني بلاك مش موافقين على التاريخ هذاك أصلا وقال لك مشاور وناش هذا بيان مشترك بيان مشترك يا سيدي شكون اللي عاملوا طول علي يا بالك يا أمين اتحاد الناشرين التونسيين رئيسه محمد رياض بن عبد الرزاق ونقابة الكتبيين والموزعين رئيس النقابة لحبيب الزغب قال لك مشاورونيش كي هالغا يدونك انت سمحني وزارة وهذاك اسمعني هاك مشحنة والمؤسسة تتصور انت المؤسسة لتنمية المهرجانات المديرة العامة تتجرأ تأجل يعني معرض الكتاب وحدها اماني ما نستغربش من وزارة بعثت بلاغ صحو في المندوب الثقافة في نابل قتلوا خرجوا انتي فيه تهجم على الوالية الرجل خاف قال كان ينخدم مع الوالي اللي هنا نتهجم عليه نحى منه اربع جمل يتنحى المندوب هذو ما يأكلوا في القصطة اللي بدين القطوسة مش عليش فما في متعلق بالنابل لوقتها صارتك البطولة متع كورت يد على كل العرض اللي تعمله وصار عليه برشا كلام مشايف اللي في العافس مندوب الثقافة لانه البالاغ وزارة تكتب بالاغ ما هو بتطو انتي لا بيظهروش في الواجهة توقلك لا لا الوزيرة متعلمش هذو ما الفقهاء متع العصر هذي متعلمش المؤسسة مؤسسة تنمية المهرجانات مؤسسة تنمية المهرجانات نجم تلغي معرض الكتاب وحدها وما نسقطش لمعنى يشريين معنى يشريين لمعنى قابة كتبيين مش كون يصدقها انا ما تصدقهاش في وزارة تعمل حركة نقل متع شواش الشواش نعملولهم حركة نقل هذو الوضع بو خسر انا لما كنت دور الثقافة نجمع سكره فى الشهر الاخر شما يعني يصاك سكره برا مش اللي يحرر لا زرق برا مش قراطاج لي اسمينا برا مش باب يا سويقة برا مش اصنع شوية دور الثقافة برا مش للعبدلية سيدي برا مش للعبدلية وشوف يعني اللي يريدوا بعينها يقعدين اللي مغادي في الباقاج. بتاع واحد مش ينقل. فما استراتيجيات جديدة على. شنية استراتيجيات. معنى في دي كونسيبت جدود. شنو ما? دي هب معنى شو هب؟ دي هب بور لجون اللي يبشي دوتر كونسيبت موش لي كونسيبت كلاسيك. هاي? آآ لي بشي يخدموا فيها. وقت يشي هذا مش عاملو. وفما عن موديل على ما يبدو قاعد يتخدم. على ما يبدو. فترة هذية. ايه على ما يبدو. وفما ايضا في حتى فيما يتعلق في مع 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 كونكت ومشي عاملو للفما مادام سامي اشالبي اللي هي خدمت على الملاحة دي. مجاوبكش خيرين. مع كونكت ومادام سامي اشالبي وكونسيبت جدود. ام. كان يحي كان يميت. كان تعمل شي من اللي تحكي فيه. احنا ماذابينا. مش ماذابينا. احنا ماذابينا. الجواب تقراها من عنوانه. مش مش مشاغلهم هذي. مش اغلهم يجيبوا وبيتصالها من الجنح الرئاسي. ما هو مش لاهين باللي تحكي فيه انتي. في رق مسرحية قدمت عروض مدعومة عندها ثمانية شهور ماخدادش فرنك. هل عنتكم هاذا هذي المشاكل. هني هم لي كونسيبت جدود. مو زادة هذي. ايه القرطج الموسيقية واخرتها. من بين المشاكل ايضا اللي هي المنح اللي قاعدة تتمد الى آآ مصرحيات وإلى. عملتش عملتش حاجة جديدة. عملتش. عملتش حاجة جديدة. طب انت المنظومة السابقة عند فيها عيوب. وفيها. فيها عيوب. وفيها عيوب. فيها برش. ايه عملتش حاجة جديدة. عملتش انت طريقة جديدة لتقديم الدعم. ما عملتش. قاني تعينت. في لجنة. تسند منح للجمعيات. هو نحكي لك بعجالة اللي عشت واني. استقرر الرأي متاع اللجنة انه نبدأو بولاية القصرين. نبدأو بها ايه. خذيت. بقناها بوترشيف معبية. متكمة. سهرت للصباح. واشتهت. عملت بارام. على اساس هو المبلغ يعني الاقصى للمنح 20.000 دينار. وبدت نشوف. كل مقترح. شنوه المبلغ اللي? نقول هذا يخف. واجتمعت اللجنة. مع كل احترامي اللي زملائي. ما قيت حتى واحد عمل باراء. هاي يا سيدية. فيهم اللي ما اطلح جملة. على المقترحات. اما بمنهم اقدم هما يعرفوا لسامي. ثم واحد فرملي. ممرض. ممرض. مقدم مشروع. انا اعطيتها احطيتها رأيي قلت 3.000 دينار. واحد من الفطاح الى الاقدم في الوزارة. كبس. قال عشرين الف دينار ولا يضناشط هذي على الحدود. ليه قتلك ناطرية ولا يضناشط على الحدود. انا شميت ريحة مياه هي. قلت يا محمد ابعد. هذك كان النهار الاول والاخير اللي حضرت في اللجنة. تحكي لي رئيسة اللجنة. انهار حلت باب قاعة من قاعات وزارة الثقافة. تلقى اللجنة متاحها مجتمعة. دون علمها. اجتمعوا دون علم رئيسة اللجنة. ويوزعوا في المنح هذا قدش يا اخو. عرفت هذك سوق. انت يعني يا دلالة. نعرفك انتي اعطي للامين. ما نعرفش عليه تكيه على جنب. حضرت جلسة واحدة للاجنة هذية. وهربت بجلدي. اني وين ما نرات طرب محاير. وخاصة في حكاية الفلوس. نعمل حد. ما نحبش واحد حتى بعد بعد بنامعيني. يجيه يقول هاك العام محمد بغلب. خباء دينار مش من حق. هي انتي كيجيه توزيرها وتعندك ما شاء الله تو. عملت حاجة جديدة. عملت بلاتفوروم قلتها كيفش يقدموا ملفات. عملت بلاتفوروم للمهرجانات كيفش تقدم ملفاتها. في اجال معينة وتقدم ملفات فنية. مش سهل في وسط السيستام هذية. مش سهل في وسط السيستام. برا دخلين سيك. عليس ما لشد وزارة. مش سهل في وسط السيستام كيف ما هذية. ومعقد جدا. معقد جدا. هاو قيسي صحي يرحي هاو مكينة معناها ويرحي على بعضه. شو السيستام? سيستام روهم. وقت اللي تحب تفتقوا من بعضه تفتقوا. شو السيستام? لانه علاش? يحبوا السيستام يقعد موجود. باش كيما استفادوا الاقدم تستفيد الحاشة الجديدة. نجيبوا واحد انتريتي خمسة وسبعين سنة. ونعملولو عقد. نعينوه. نعملولو كونترا. ونجيبوه معناها واحد اخر. اه. وفات خبست ومن هيئة سكرت. نجيبوه زادة. مستشار قانوني. ونعملولو كونترا. بثلاثة ولا برب عاملين. وهكذا نوزعوا الخيرات على جماعتنا. ما يحبوش يبدلوا السيستام يحبوا الحافظ عليه. باش يقعدوا جماعتهم مستفيدين منه. هذا عليه. لا معقد ولا غير معقد. لفما توا نقابة تتعرض لك. ولفما حد يتكلم. ولفما اعلام يقول لك لا. كلها تبدأ تفمن الصباح. على كل. احنا في وهذه دعوة. احنا بعاد. احنا مولنا البرم العاصمة. احنا اه. 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 ادعو الحقيقة الهنية. هاوك فما هذا فضاء مفتوح. اذا فما برامج موجودة وواضحة. قولونا عليها. مرحبا. نحكيوا فيها وتناقشوا فيها. تناقشوا في مشاريع ثقافية. في اه. اذا فما موجودة اليوم. ويتحكي فيها. على كل. احنا نخذ. زيد كلمة. عشر ثواني. عشر ثواني. عشر ثواني. البلاغ اللي عملته لبيات. في المشاريع اللي مش تعملها دور المجتمع. اي. قالوا مش يعملوا ترميم كامل لدار الثقافة بن خلدون. ما يترمط اللي في. يعني البار احنا نضرب في راسي في الحيط. ما فهمت شنا. مش صرفت عليها مليار وتسعمية وتلاثة وثمانين مليون. هذو بتعرف قدش يبنيه من داره. مليار وتسعمية وتلاثة وثمانين مليون. قدش يبنيه واسي دي. دار فيه يعني من مستوى نحنا. وتعرف سيم محمد فيما يتعلق بالترميم. الترميم يتكلف فلوس. لا الترميم يتكلف فلوس. امين نرمي روحي متطابق ترميم. ترميم له بداية اثارية. دار الثقافة بن خلدون. دار من العهد الحفصية. دار الثقافة بن خلدون معلم تاريخي. ما هو شيء معلم تاريخي. شو قال لك الكلام. هذيك في الارشيتكتور اوروبيان اللي موجود. يهديك. 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 جابولها معناها خبير من بالسويدة. مقاولوا بالنية عاديين شامي مهومة. شو اللي رميموه. فهنقيش حافظ عليها. فازخرف معناها من العهد لان دلوشي. بنات صرفت عليها مليار وتسعمية وتلاثة وثمان مليون وسكرت عامين. وقتيش تسكرت هي بالضبط. حلت في قوت الفين وثمنتاش. تسكرت وقتاش. تشي هما كفية وقتاش تسكرت يا امين. يعني قول لك ضربة عامين مسكرة. وتم افتتاحها في ثلاثة قوت الفين وثمنتاش. في قوت الفين وثمنتاش هيكت هبري. توا. في الفين وارب وعشرين تقول لي مش تحاو تترميمها. شو كوني اخذي القرار هو بش اه معناتها بش. اذا 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 البيات اخذت القرار. منتصورش عبثا. اكيد عندهم معطيات اللي دار الثقافة في وضعية رثة. السؤال فاش تصرفت زوز مليارات. وش? جيبوه لو زي وقتها. ولي اخذيها القرار. جيبوه جيبوه. قولولو فاش صرفتم زوز مليارات. شو كوني اخذيها القرار ذي مهم ايضا ان لينا نتفكر وقت وضعيتها سعيبة بش. انا لا 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 في هذا اذا فما حاجة تساولة بين معناها انو مش تتصرف عليها مليار زوز عشرة من اجل في وسط برو جي واضح. ويعطيه وفما علاش ما فما تعليل. فما تعليل وفما تعليل. شو تعليل. مرحبا. دي ما اي ما انا رو عندي. يا من يهديك. تتعلق بي. بي. قلت الكرام يموها وحلت فيه تلفين وثمانتاش. في الفين واربعة وعشرية انو تقول مش نعود الرمامها شو عناها. اذي ما فمتاش. الحقيقة نزادك يقريتو ما فهمتو. مش فاهم تفهم. معناها في وضعية تستحق التدخل. مل انتو مش رمامتو. فاس صرفتو الفلوس. هذا السؤال. تونا حاولو نلقاولو الاجابة. تونا حاولو نلقاولو الاجابة. وكي تونا نلقاولو الاجابة. كي تلقى قولي. اه تونا نلقاولو الاجابة. خلي اخذوا الاخبار وبعد هنا رسعين.